مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زال الكتاب المؤدس هو موضوع نقد لكثيرين وأنا لا أتحدث فقط عن نقاد دارسين أو باحثين لكن أيضا أتحدث عن كثيرين من كل الأماكن يوجهون نقدهم للكتاب المقدس إلا أن الكتاب المقدس على مر العصور مع أنه أكثر كتاب تعرض للهجوم وتعرض للنقد وتبق عليه كل أنواع النقد التي نتخيلها أو لا نتخيلها إلا أن الكتاب المقدس في كل مرة يخرج أقوى يخرج منتصرا ما زال الكتاب المؤدس هو أكثر كتاب مبيعا على مستوى العالم ما زال الكتاب المؤدس يغير نفوس كثيرة على مستوى العالم ما زال الكتاب المؤدس يصنع تأثيرا في حياة الإنسان على مستوى العالم ما زالت الكنيسة تنمو في أماكن مختلفة وتزداد في عضويتها وفي خدمتها في أماكن مختلفة في العالم ما زال لكثيرون يعرفون المسيح من خلال قرائتهم للكتاب المقدس بدأت من فترة أتكلم عن سفر التكوين وسفر التكوين يعتبر سفر مهم جدا في كلمة الله فهو أول سفر في التوراة وأول سفر في العهد الجديد العهد الأديم وأول سفر في الكتاب المؤدس كله سفر التكوين هو بداية القصة ومن يفهم بداية القصة يستطيع أن يفهم أحداث التاريخ وأستطيع أيضا أن يفهم نهاية القصة كما يسجلها لنا الوحي في سفر الرؤية إلا أن كثيرين يوجهون سهامهم نحو سفر التكوين كلمت المرة اللي فاتت عن الكاتب ومن هو ثم تحدثت أيضا عن هالقصة الخلق مأخوزة من الأسطورة السومارية المعروفة باسم أنومة إليش وتكلمت عن تفاصيل هذه الأسطورة وقلت أنه أوقات كتيرة البعض بيوجه اتهام للكتاب المؤدس ويقول لك الكتاب المؤدس مأخوز من أسطورة لكن لما بنعرف التفاصيل بتاعة الأسطورة بنوفق دام سؤال إيه في هنا أوجه تشابه بين الأسطورة دي والكتاب المؤدس زي ما مرة الفاتت أنهيت بالحلقة اللي فاتت أنهيت بتعبير أوكي فالأسطير السومارية دي يعني زي ما إحنا أقوات كتيرة هنقول لك أنه اختلاء أو تشابه الاسم لا يعني أنه الأشخاص من نفس العيلة ممكن يكون في تشابه وتشابه بسيط زي ما شفنا في قصة موسى وسرجون هل التشابه أنه ترمى في المية وده ترمى في المية هو الأساس على أنه قصة موسى مسروقة من قصة سرجون الأكادي نهاردة أتكلم عن قصة آدم وحواء أول شخصين في الكتاب المؤدس بحسب إيماننا هما يعني الأب والأم لكل الجنس البشري كويس فهل آدم وحواء شخصيات حقيقية أم شخصيات أسطورية كويس ويمكن هتكلم في حلقتين الحلقة النهاردة هتكلم هل هناك أصل لقصة آدم وحواء في الكتابات البابلية القديمة كويس وزي ما بدأ البعض وجود أصل لهذه القصة وأنه كاتب سفر التكوين سرقها كويس من الأسطورة البابلية وحطها في الكتاب المؤدس ده النهاردة موضوعنا قصة آدم وحواء هبدأ بالسؤال هل قصة آدم وحواء مأخوذة من الأسطير السومارية والبابلية القديمة نعرف أن الحضارة السومارية حضارة انتهت سنة 2004 قبل الميلاد كويس وقام كهنة مردوخ بتدمير كل ما يوجد وما كان موجودا في الحضارة السومارية لكن الحضارة السومارية كانت سابقة للحضارة البابلية كويس فهل قصة آدم وحواء مأخوذة من هذه الأسطير مأخوذة من هذه الأسطير طبعا من ينادون بهذا من ينادون بهذا الفكر هم ينادون على أساس أن التوراة كتبت متأخرة أي أن التوراة كتبت في بابل سنة 586 لما شعب إسرائيل راح بابل على يد نبو خزناصر ده أول يعني مغلطة وأتكلم عن هذه المغلطات الحاجة الثانية أنه هم غير قابلين لفكرة أن الله خلق الكون فبالتالي فكرة أن الله قال فكان وأن التفاصيل الموجودة في سفر التكوين عن خليقة في وجهة نظرهم هذه أسطورة في حد ذاتها فبالتالي أكيد هذه الأسطورة لها مرجعية في كتابه أنبياء سومريون الدكتور خزعل الماجدي وهو باحث عراقي متخصص في الحضارة السومرية القديمة والبابلية وله يعني عدة كتب فالكتاب بتاعه بعنوان أنبياء سومريون هو بيعمل في إيه؟ بيقولك أنه قبل التفان كان فيه عشر أسماء في الكتاب المؤدس وفيه قبل التفان أيضا في بابل كان فيه عشر آلهة أو عشر ملوك فأكيد العشر الموجودين في الكتاب المؤدس أصلهم متاخد من الأسماء السومرية التي كانت موجودة سواء ملوك أو أليها سابقة وصاروا في الكتاب المؤدس جعلوهم في الكتاب المؤدس جعلوهم أنبياء كويس لكن ليهمني في مقدمة الكتاب بتاعه وفيه صفحة خمستاشر بيقول عبارة مهم أن نحن نقف عندها لأنه دي المقدمة والمقدمة دايما الكاتب بيحط فيها يعني اللي عايز أقوله في الكتاب اللي عايز أقوله في الكتاب كله فبيقول وقد تعرفنا في تاريخ الأركيولوجيا اللي هو علم الأثار يعني كيف أن كشفاتها هزت أركان الكتاب المؤدس أنا مش عارف إزاي علم الأركيولوجي هز أركان الكتاب المؤدس ده بالعكس ده فيه اكتشافات أركيولوجية كثيرة جدا دمرت ادعاءات خاطئة كان العلماء ينادون بها قبل اكتشاف علم الأثار يعني لما كانوا يكلموا عن الحثيين يعني أقولك ما فيش حاجة اسمها الحثيين مملكة الحثيين دي مش موجودة ومش عارف وبعدين اكتشفوا أنه لا لذا كان في مملكة ممتدة حتى جزء من تركيا اسمها مملكة الحثيين قالك داود ليس شخصية تاريخية لكن لما اكتشفنا أنه في تل دان على هذه الحجر المكتوب عليه بيت داود كويس عرفنا أنه لا داود دا شخصية تاريخية فيه أمور كثيرة جدا أكدها علم الأثار وأثبتها أنها تاريخيا صح وتتماشى مع الكتال المؤدس فأنا مش عارف إزاي علم الأثار هز أركان الكتال المقدس جبتها منين دي يعني حضرتك كارح لليهودية وكارح للتوراة لكن المفروض تبقى أكثر موضوعية أكثر موضوعية فبيقولك أنه إزاي اكتشافات علم الأثار هزت أركان الكتال المقدس في الغرب وجعلته عرض للنقد الشديد حيث ظهرت نصوصه وهي في حال التناص أو تطابق نصي يوحي بالتأثر المباشر بتلك النصوص وأحيانا بسرقتها المباشرة يعني بيتهم الكتال المؤدس بأنه سرق قصة الخلق سرق قصة آدم محاوة سرق قصة توفان كويس من الكتابات والأساطير البابلية القديمة وهذا يعني في أبسط التصورات أن المصدر المقدس للكتب المقدسة لم يكن المقدس نفسه بل كان نصوص الماضي الدينية وغير الدينية التي سبقت تلك النصوص أو ما كانوا يطلقون عليه بالنصوص الوثنية وهي نصوص أديان الحضرات التي سبقت التوحيد وهذا يعني ببساطة أن تلك النصوص موضوعة وليست منزلة من المقدس نفسه عايز أقول أن الكتاب المؤدس ما فيش حاجة فيه منزلة الكتاب المؤدس مسروق نصوصه من الديانات والحضرات السابقة للكتاب المؤدس هذا هو اتهام دكتور ماجدي خازعال الماجدي في كتابه كلمنا عنه أنبياء سومريون كتاب المؤدس ليس كتابا مقدسا الكتاب المؤدس موضوع وليس موحبه من الله وعش كده بيقول لك ومن خلال خبرتنا خبرته هو بقى نقول أن رجال الدين في الماضي كانوا أسكى مما نتصور رجال الدين اليهود كانوا أسكى مما نتصور ليه لأنهم أخذوا وسارقوا من الحضرات الأخرى وطوروها وحطوها في قالب ديني وكتبوا لنا التوراة دكتور ماجد يذهب إلى العلماء اللاهوتيين الليبراليين الذين ينادون بأن ديانة إسرائيل هي ديانة مرت بتطور فبدأت بعبادة الأنساب والأرواح وتعدد الآلهة ثم التوحيد وبعدين لما أمنت بالتوحيد خدت القصص الوثنية القديمة وأخضعتها وعملوا لها نوع من الإدتينج أو التحرير لها وإعادة الصياغة وكتبوها بما يحقق غرادهم هما في مدونة أو مدونات الخاصة بقناة الجزيرة كويس عن قصة آدم وحواء والعنوان هو قصة آدم وحواء مجرد خرافة كتبت فاطمة زهراء حان مقال كبير في هذه المدونة بتقول فيه إنه هذه القصة أنا من زمان لا أؤمن بها لكن قد ثبت لي بالدليل والبرهان أنها ليست قصة موحة بها لكنها قصة مأخوزة من الحضرات السابقة خلونا نشوف بتقوليه بتقول في المقال بتاعها قصة آدم وحواء اختراع بشري محت أصولها سومارية وهي من أقدم الحضرات التي عرفها الإنسان هي قصة مثل كل القصص المحرفة لكن خصوصيتها أنها قصة غيرت مجرى العالم بأكمله ورسخت لمبدأ التفوق الذكوري وشرعت لعدم المساواة بين البشر والظلم الذي تتعرض له المرأة ليومنا هذا يعني مش بس إنها بتقولك إنها قصة مزورة لا ده قصة كمان أثرت على المرأة ويعني مهدت الطريق لسيادة الرجل الذكر وكانت سببا في ألم المرأة على مدار التاريخ التهام هل هذا التهام حقيقي أم لا هو طبعا التهام باطل لأن قصة صفر التكوين بتؤكد المساواة بين الرجل والمرأة فأصنع له معينا نظيره نظيره وإنه من البدء خلقهما ذكرا وأنسا ومن البدء ربنا قرر نظام الزواج رجل واحد بمرأة واحدة طيب شخص آخر وهو الآب سهيل قاشا في كتابه بابل والطوراة في كتابه بابل والطوراة قال عبارة أيضا خطيرة جدا بيقول كانت الطوراة تعتبر حتى القرن التاسع عشر الكتاب الأول والأفضل لتاريخ الشعوب في الشرق الأوسط إلى حين عصر التنقيبات الأثرية في بلاد وادي الرافدين حينما اكتشفت الألواح المدونة بالكتابة المسمارية في بابل ومحيطها مثل أريدو وشبار وأورا وأور واركالة وغيرها من المدن السومارية والأكادية والبابلية والأشورية وحينما قرأها علماء الأثار والباحثون وجدوا وبالبرهان القاطع ما أخذته الطوراة واقتبسته إن لم نقل سطت عليه وسرقته وسرقته وضمته بالنص أو بالتحوير المشوه مثل قصة الطفان وغيرها يعني إلى وقت ريب قرن التسعة التاشر كنا بنؤمن أنها قصة حقيقية لكن مع كالاكتشافات الحديثة اكتشفنا أنها قصة مسرقة وغيرهم وغيرهم من النقاد الذين يوجهون سهامهم نحو التوراة أنا شخصيا أرى أن الموضوع ليس موضوعي بالأخص من علماء مثل هؤلاء أو باحثين في الشرق الأوسط أنا شخصيا أرى أن هذا الموضوع مدفوع بالكره الشديد لليهود وهذا الكره الشديد لليهود يحدث أولا وأخيرا إلى تشويه التاريخ يريدون أن يشويهوا تاريخ اليهود وإذا نكحوا في أنهم يشويهوا تاريخ اليهود يبقى نكحوا أيضا في تشويه المسيحية فليس الغرض هو البحث العلمي لأن الباحث العلمي دايما ما يأتي بالفكرة ويأتي أيضا بالرد فإذا كان هناك علماء يقولون أن هذه القصة مأخوزة يوجد أيضا علماء آخرين يقرون ويؤكدون على أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين هذه وتلك ويقدمون كل الأسباب والأدلة لكن لأن البغض والكرهية والبغضة تعمل عينين تجعل الإنسان غير محايد يقول هؤلاء ما يقولونه بغرض تدمير تاريخ اليهود طيب فيه مغلطات فيه مغلطات المغلطة الأولى هنشوفها في فيديو بيكلم عنه دكتور خزعل فنسمع الفيديو ديانة اليهودية باعتبارها أول ديانة معلنة في التوحيد كانت قد أخذت من الديانات السابقة الحقيقة وتحديدا من واد الرافدين بشكل أوسع والذي حصل مع الديانة اليهودية في بداياتها عندما أسر أهل أورشليم ويهوذة وأتي بهم إلى بابل الحقيقة طلعوا على تراث وادي الرافدين بشكل واسع جدا طيب المغلطة الأولى ودي مغلطة خطيرة جدا هي أن الديانة اليهودية بدأت مع السبي البابلي ما بدأتش مع موسى ولمع دعوة الله لإبراهيم في الألفية الثانية قبل الميلاد لكن الديانة اليهودية بدأت في السبي مجموعة أخذوهم إلى السبي ولما أخذوهم للسبي بدأت هذه المجموعة اليهودية تطلع على الروايات والحكايات والأساطير والديانات البابلية القديمة زي ما هو هيتشوف في فيديو آخر بولك كله كان مكتوب ولأنهم أسكياء جدا استطاعوا أن يؤلفوا الطورة استطاعوا أن يؤلفوا الطورة واستطاعوا أن يؤلفوا سفر التكوين فيأخذوا من الديانات البابلية القديمة واصنعوا لأنفسهم الديانة اليهودية هذه المغالطة هي مغالطة تاريخية لأن الدكتور ماجدي بينصف ألف سنة من تاريخ اليهود بل أكثر كويس؟ لأنه هو بيؤمن أن كاتب الطورة شخص أتى وكان موجود في بابل في السبي البابلي اللي هو كان سنة 586 وإحنا عارفين أنه فيه يعني اللي بيدرس فينا السبي البابلي يعرف ما نطلق عليه أو ترحال تلات مرات لترحال اليهود من أرضهم إلى بابل المرة الأولى كانت سنة 609 لما أخذ أيضا كان دانيال والفتية الثلاثة المرة الثانية كانت سنة 596 قبل الميلاد لما أيضا اتخذ فيها حزق حسقيال والكهنة وبعض الكهنة اللي كانوا موجودين المرة الثالثة بقى اللي اتدمرت فيها اليهودي يعني أرشاليم واتخذ الأحياء كلهم إلى بابل بيقول في الفترة دي 70 سنة اللي أدوها في بابل استطاعوا أن يؤلفوا التوراة وأن يخضعوا القصص السومرية والبابلية القديمة ويسرقوها ويطوروها ويجعلوها قصصهم هي الشخصية في كتابه طبعا ده يعني ده غير مسبب تاريخيا اللي بيقولوا يتعرض مع تاريخ ومع أدلة التاريخ ومع تاريخ اليهود ومع أيضا الاكتشافات اليهودية القديمة ده كله لكن لأنه هو مقتنع أنه اليهود دول سرقوا فبالتالي لازم يكون في فترة موجودين في بابل فيها سرقوا سرقتهم وهم في بابل يا دكتور ماجد أو ماجدي ماجدي حضرتها غلطان لازم تدرس التاريخ صح لازم تدرس التاريخ من أول وجود شعب إسرائيل في مصر لازم تدرس وتعرف أنه كان هناك التوراة موجودة وكان بيحكم بيها ملوك إسرائيل وكان شعب إسرائيل عايش على أساس التوراة والطاعة لوصاية التوراة سواء في الزبائح أو التقوس أو الممارسات أو الأعياد أو إلى آخره كانت الشريعة موجودة لكن هنقول لمن نسمع الفيديو الثاني علموا الأرامية والبابلية والخط المسماري اطلعوا على الرقم الطينية وطلعوا على قصص الخليقة يعني اطلعوا على الإنو مألش اللي كانت تكاد تكون هي الرواية الرسمية لدينا البابلية حينما فيها عالي اطلعوا أيضا على قيل جامش وملحمة قيل جامش اطلعوا على أسفار التكوين القديمة كلها كانت مدونة يعني ليست بعيدة عن اليد يعني عودة إلى بداية سؤالك تأثر الأهل يهوذة بمادة وادة الرافدين والحقيقة أكثر ما تأثر به في البداية وهم يضعون سفر الخليقة أو التكوين الخليقة في التكوين هناك صفات كثيرة جدا في التوراة تشبه صفاتها الموجودة في الإنو مألش اللي هي يعني استورة الخليقة البابلية نعم طيب احنا عكينا على الإنو مألش أولا لو اليهود عملوا كده على فكرة يبقوا شاطرين جدا يبقوا فعلا أسكى ناس كويس ده لو عملوا كده يبقى أسكى منكم أسكى منكم بكتير كويس لأنه اللي كتبوه غيروا بي العالم وأثروا بيه على العالم كله لسنين بل مقاب بالألاف سنين بس هما ما حصلش كده لأنه كلمنا المرة فاتة على إنه ما قالش عندما في الأعالي وشفنا زي أن هذه الإسطورة تختلف 180 درجة عن قصة الخلق اللي مذكورة في الكتير المؤدس ولا يوجد أبدا تشابه بينها وبين الكتير المؤدس إله المية العزبة وإله المية الملحة والغيم أو الضباب وإزاي هذا الأليهة كانت في راحة وبعدين أنجبت أليهة أصغر منها الأليهة الأصغر منها دول كانوا مزعجين فكرروا إنه يتخلصوا منهم وبعدين مش عارف حصل إيه وبعدين ولد مردوخ ومردوخ عمل إيه وبعدين خد تيامات وأتل تيامات وأطع جسدها نصين نص صنع بي السماوات ونص صنع بي الأرض أنا لا أرى أن هناك تشابه لا أرى أن هناك تشابه لكن لأن العقل المريض الرافض لسلطان الكتير المؤدس بيبحث عن أي شيء يطعن فيه بالكتير المؤدس زي ما هنشوف النهاردة في خلق آدم وحواء وهقرلكم من الأساطير السومرية اللي بتتكلم عن هذا الموضوع اللي بيقوله أهو آدي آدم وحواء مذكورين وهجعل حضراتكم شهود لأنه أوايات كتيرة زي ما قلت أنه التفاصيل يعني فيها الأهمية الكبيرة أنك تعرف الأسطورة بتقول إيه فديدر تقول آه في شبه أو ما في شبه الأسطورة السومرية لأصل آدم وحواء في كتاب دكتور ماجد آه أو خزع الماجد بيقول أسطورة خلق الإنسان السومرية معروفة لكن هناك عناصر سومرية أخرى تدل على الجزور التي أصبحت مادة الأسطورتين الكنعانية والعبرية يعني الأسطورة الكنعانية عن آدم وحواء والأسطورة العبرية اللي هي التوراتية أطلق عليها أسطورة سفر التكوين كميز إن اسم الرجل الأول في السومرية هو لولو واسم المرأة الأولى هي لولت التي تحولت إلى لليت أسطورة إنكي وننخرساج في دلموند وهي الأصل الإلهي السومري لآدم وحواء يعني إحنا لو نتكلم النهاردة يبقى نتكلم عن الأسطورة إنكي وننخرساج كويس ونعرف إزاي هو بيقول عن هذه الأسطورة ليه هو بيقول عن هذه الأسطورة أنها هي الأصل الأصل لآدم وحواء فهل أسطورة إنكي وننخرساج هي أصل قصة آدم وحواء في الكتاب المقدس عشان نجواب على السؤال ده يبقى لازم نعرف تفاصيلها إحنا عارفين قصة كلمة الدس بتقول إيه وعارفين آدم وعارفين حواء والقصة معروفة بالنسبة لنا لكن هل قصة الأسطورة إنكي الإله إنكي وننخرساج مراته هي أصل قصة آدم وحواء فعلا في الكتاب المقدس ولا عشان نجواب على السؤال ده لازم نعرف تفاصيل الإسطورة فمعليش حقكم علي أنا بسمعكم حاجات ممكن تسمعها تقول يعني أنا بسمع عايز أسمع الدكتور أشرف أو عبر الكتاب علشان أعرف كتاب المقدس مع عشان نعرف كتاب المقدس لازم كمان أيضا بقعارفين نرد على ما يقدمه المدعون ضد الكتاب المقدس كويس طيب أسطورة إنكي وننخرساج بتقول لنا إيه الأسطورة بتبدأ الأسطورة بوصف واستقرار الإله إنكي والإلهة ننخرساج فهناك حالة من الاستقرار والسلام في حالة هذه الألهة فكان كل شيء متوفرا في الأرض كل شيء متوفر في الأرض إلا المياه العزبة لتخصيب أرضها يعني طبعا الأرض بالنسبة لهم هي بلاد الرفدين كويس فبيقول إنه الإله والإلهة كل حاجة كانت جميلة فيما عدا أن ما كانش فيه مياه عزبة علشان تخص بالأرض والأرض تنبت بقى النباتات اللي يقدروا يعيشوا عليها تطلب الآلهة من إنكي توفير هذا الماء هذا الماء كان فيه آلهة أخرى فتطلب من الإله الكبير اللي هو إنكي أن يوفر الماء العزبة يقوم إنكي بطلب مساعدة أوتو إله الشمس لكي يخرج إلى تلك الأرض ماء عزبا فيفعل وتنفجر الينابيع والأبار وتستصلح أرض دلمون طبعا أنا مش أخش في التفاصيل لأن التفاصيل فيها نوع كثير من الأمور التي يعني أشعر أنه يعني لا نحتاج أن نعرفها لكن هو ملأ سوري يعني ملأ الفجر الينبيع والأبار والمياه ملأة الأبار كله من المني بتاعه يعني فعشان يستصلح الأرض وتصير الأرض مسمرة وولدت لننخرساج الإلهة يعني من إنكي ومن ننخرساج ولدت ننصار فلازب الأرض بقى ده فيها ميا وميا عزبة فلازب بقى الدنيا تبقى مسمرة فولدت لننخرساج الإلهة ننصار سيدة الخضار والنباتات التي تؤكد كويس وعندما تقبر ننصار يراها أبوها إنكي فيعجب بها ويضاجعها وينجب منها أنجب منها ننمو ننمو اللي هي سيدة النباتات ذات الألياف كويس وتتقرر الحادثة فينام أيضا يتقع مع حفيتو لينجب منها أوتو وتبدأ سلسلة الآلهة المنجبة من إنكي وأوتو فتنجب أوتو ثمانية أنواع من النباتات النباتات هي زي الآلهة يقوم وزير إنكي بقطع جزء من كل نبتة ويودي لإنكي فإنكي يسمي النباتات دي بأسماء لكن هذا الوزير أيضا أعطى لإنكي ثمن أجزاء من هذه النباتات المحرمة لأنها أتت عن طريقة اتجاعه مع حفيتو كويس فيعطيه ثمن أجزاء من هذه النباتات المحرمة فيأكلها عندما يأكلها يمرض وتصبح حياته مهددة بالموت ينجح الثعلة في إقناع ننخرساج بالرجوع إلى إنكي ننخرساج كانت سابة إنكي فيطلب منها الثعلة منها ترجع علشان تشفي زوجها المريض بالتمن أمراض وهذه التمن أمراض تصيب تمن أجزاء في جسم هذا الإله إنكي فتخلق ننخرساج هذه زوجته يعني تخلق تمن آلهة كل إله يشفي جزء من جسم إنكي وبعدين يحكلنا عن هذه الآلهة وعملها وكيف أنها تشفي أجزاء معينة الرأس والكدف والعين والرجل إلى آخر لكن نوصل إلى النبتة أو الإله رقم سبع وده هنا التشابه خلوه بالكم لأنه ده الجزء ده اللي بيكلم عن التشابه ما بين هذه الرواية وحواء وعيس النبتة السابعة اسمها ننتي وعلى هذا الاسم على هذا الاسم ننتي يبني سامويل كريمر ويأخذ أيضا دكتور خزعل الماجدي وغيره هذا الكلام على محمل الجد فيبني سامويل كريمر وهو باحث في الحضرات القديمة يبني فرضيته وهي أن الكلمة السومارية ني أو سورج تي تعني معنيان هما الحياة أو يحي أو الضلع كويس وبذلك يكون معنى ننتي اللي هي الإله رقم سبعة النبتة رقم سبعة اللي بتشفي هي سيدة الضلع أو السيدة التي تحيي وهذا المعنى هو الذي ساهم في نشو أسطورة خلق حواء من ضلع آدم أوكي أنا أنا ما عندي شعر وإلا كنت شديته كويس إعلاق ده بده هل لأنه الت في السومارية تعني ضلع أو تعني حياة وبهذا تكون اسم ننتي هو المعنى وراء اسم حواء أولا الحضارات القديمة واللغات القديمة متشابهة جدا وإحنا عارفين كده الاسم بالعبري آدم أو آدم والاسم بالعربي آدم ونجد هو التشابه في اللغة غير عادي واحدة من الأسباب اللي فيها الرب أمر شعبه أن لا يختلط بالشعوب الوثنية الكنعانية الموجودة معه وأن لا يعطيهم أبناءه ولا يأخذ بناتهم وأنه ولا حتى يكون له أي علاقة من بعيد أو قريب بالشعوب الكنعانية واحدة من الأسباب هو تشابه اللغوي والمفردات المتعلقة بالعبادات والأسماء فعادي أنها أم كل حي لا أرى أنك تشابه نهائي حتى كلمة ضلعة في العبرية على فكرة النص اللي مكتوب بالعبري لا يعني ضلعة لكن أنها أخذت من جنب his side من جنب آدم يعني حتى اللي أنتم بنين عليه ده غلط أين التشابه يعني قصة كلها مرتبطة بالألهة وشهوة الألهة مرتبطة بإنكي اللي خلف بنت ونمعها ورأى حفيته ونمعها وأنجم من حفيته كويس نبتات أخرى وهذه النبتات كتسمى فتسمم ومرض فزوجته خلقت له ثمن نبتات أخرى أو نبتات أخرى أو ثمن آلهة زي ما يطلق عليهم هذه الثمن آلهة هي كفيلة بأنها تشفيه أين أين القصة الكتابية فين دا من خلق آدم وحوة فين دا من الرواية التوراتية وده اللي بيقوله لنا دكتور خزعل في كتابه بيقولك كلمة ت تحمل معنيين أول هما الحياة وثانية هما الضلع ولذلك ترجع مع ساموئيل نرجح مع ساموئيل كريمر أن يكون إحاء المعنى الثاني إحاء المعنى الثاني لا يوجد أبدا إثبات لكن إحاء المعنى الثاني هو الذي ساهم في نشوء أسطورة خلق حواء من دلع آدم وتكريس هذه المسألة لأسطورة إنكي وننخرساج في دلمون حيث تقول هذه الألهة بشفاء ضلع الإله إنكي أوكي ف يعني أنا أنا مش عارف بصراح أين يوجد التشابه تشابه كل مبني على على تصور تشابه كل مبني على تصور يعني النهاردة لو 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 في كلمة بالإنجليزي تشابه الكلمة العربي فروحها لطول أقول أصل العربي الكلمة الإنجليزي متاخدة من الكلمة العربي قالت تعني كذا وكذا وكذا قلنا قبل كده أحمد نور مش أخو عمود النور زي ما نقول دايما كنا وإحنا صغيرين في مصر أحمد نور مش أخو عمود النور ده تشابه أسماء فتبني نظرية كاملة تطعن في حواء وفي خلق حواء وفي تاريخية النص الكتابي على أساس على أساس أنني أنت التي فيها تحمل معنى الحياة أو تحمل معنى الضلة طيب نشوف بقى أخونا آدم ما نقول دي القصة الأولانية دي بتكلم عن حواء فهي دي اللي بنوا عليها بنوا عليها حواء ويجي الآب سهيل قاشا وغيرهم يقول لك قاها أصله اليهود سرقوا من الحضارة السومرية والبابلية سرقوها ده باللفز كده قال سرقوها شوف قصة خلق الإنسان ودي قصة يعني رواية أولسو أو أسطورة يعني هذه الأسطير هي كجزء من الثقافة القديمة يا لكن ما أبعد هذه الأسطير عن الكتال المقدس اللي بيبدأ بالإله الواحد وينتهي بالإله الواحد اللي بيبدأ بالإله خالق السماء والأرض الإله الذي يقول فيكون ويأمر فيصير الإله الذي رأى كل ما صنع وإذ هو حسن جدا حسن جدا very good نفهوش غلطة قصة خلق الإنسان في السطورة السومرية وبعدها البابلية يقولك إيه بعد أن تم خلق الكون توجب على الألهة العمل وتزويد أنفسهم بالطعام والشراب كنت خلق بس الألهة بقى كتلازم تاكل وتشرب فشغلوا الألهة الصغيرة اللي على بتوعهم الصبيان بتوعهم كويس اللي هم خلقنهم شغلوهم فبدأوا يشغلوا عيالهم الصغيرين الألهة الصغيرة في أن يوفروا الألهة الكبيرة الأكل والشرب والراحة فالألهة الصغيرة تعبت ولم يستطيعوا أن يحتملوا أكثر من ذلك فراحوا يشتكوا للإلهة إنك إنك دا كان شهواني بتعرفش كان يعني شرير كان يعني إنما هو كبير الألهة فراحوا يشتكوا العيال الصغيرين العيال الصغيرين راحوا يشتكوا للإلهة إنك الذي كان نائما ما هو طبعا في حد بيخدمه بيجيب له أكل وشرب الذي كان نائما في أعماق المياه لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا إليه غير أن الإلهة الأم اللي هي أم إنك نيمو أخبروها بالحكاية وقالوا لها إحنا تعبنا من الشغل ممكن تخبري ابنك تقولي ابنك إنه يجد ليه حل فراحت الأم نيمو أخبرت ولدها بشكوى الآلهة إنهم تعبوا فنهض إنك طبعا من نومه ودخل القاعة المقدسة وأخذ يضرب فغذه وهو يفكر ويقول الحكيم العليم البصير في إنه تعمل يا عبر رحمن تعمل يا عبر رحمن تعمل يا عبر رحمن هو كان بيعمل كده يضرب إيده بفغذه وتعمل يا عبر رحمن فبدأ يضرب إيده ويخذ يضرب فغذه بيده وهو يفكر الحكيم العليم البصير الذي يدرك كل شيء وكل فن فرح عمل جلب الأيدي وشكل الصدر يعني هو نجح إنه يعمل إيد ويعمل صدر الإنسان وصنع داخل مخلوقه الإنسان شيئا من حكمته رح واخد جوه الصدر ده اللي خد العمله رح حط جزء من حكمته ونادى أمه اللي كانت وقفة برة وقال لها هذا هو المخلوق الذي أوجدته اربطي به عمل الألهة يعني ده اللي أنا صنعته خلي شغل الألهة اللي بيعملوه يرتبط بهذا الإنسان وبعد وبعد أن يقرر إنكي شكله وخلص قرر شكله وروحه يزرعه يبقى هو عمله برة من أعرفش عمله إزاي عمله برة وبعد كده يزرعه في رحم إحدى الإلهات ليولد منها مايش دينا ماشيين مع الأسطورة وبعد كده يقيم بقى حفلة للألهة ليريهم مخلوقه الجديد الإنسان فتقوم الإلهة نيمو اللي هي أمه بصنع القالب الأول الأم لما شافت الشكل ده رحت عملت إيه قالب لصنع القالب الأول له ثم تأخذه الإلهة ننمناح السلصال من مياه إبسو يبقى خادة الطين سلصال على فكرة كل حاجة كاي بتعمل من السلصال قديما وهنا بقى خلوا بالكل إنه ده الترابط ما بين آدم وهذه الإسطورة زي ما بيقولك إنه هم خدوها من هنا إبسو هو إله المياه العزبة اللي كانت مراته تيامات اللي هي إلهة المياه الملحة فراحت خدت عمل تقالب وخدت جزء من السلصال من مياه إبسو وشكلته وعشان تولده ويبدو إنها صنعت ست أنواع من الإنسان كلهم يعانون من المرض الأم كل لما مرة تصنع إنسان يطلع إنسان في مرض إلش المشلول إيش اللي رجلين ما بتتحركش إيش الأعمى إيش العقيم إيش كذا إيزا فعملت ست أنواع من البشر كلهم فيهم أخطاء عملت واحد متصل بالمفاصل يعني مفاصله ما بتتحركش يقف ما يتحركش عملت واحد أعمى عملت واحد مشلول عملت رجل عقيم وعملت امرأة عاكر وعملت إنسان مخصي كويس فهو لما شاف بقى إنك لما شاف أمه لما عملت الإنسان ده بالأشكال المريضة دي رح مقرر العقيم ده يعمل كذا والمخصي يقف قدام الملوك ويقف يخدم الأمراء ومش عارف وقرر مصير كل واحد من هؤلاء المعوقين كويس ليكون في خدمته طيب إيه بقى التشابه قالك التشابه كله في خلق عدم هو السلصال من مياه إبسو طيب هما كانوا بيعملوا الزماني التماثيل من إيه؟ من الحجر من السلصال من الخشب دول دول الثلاث مواد اللي كانوا بيصنعوا منهم الأليحة ولما جم يتخيلوا الإنسان تخيلوا بهذا الشكل قالوا نصنعه من السلصال ده مش معناه أن الكتاب المؤدس أخذ فكرة أنه آدم مخلوق من الطين من هذه الخرافات والخزعبلات ده معناه حاجة واحدة بس معناه أنه فعلاً قصة خلق آدم قصة حقيقية آدم خبر بيها نسله وأولاده وأحفاده وابتدأت القصة تتناقل من جيل إلى جيل حتى شوهتها خطية الإنسان فشوهوا القصة وحوروها لكن عندما كتب موسى التوراة بإرشاد من الروح القدس الله أعطاه القصة الحقيقية وليس قصة الأمم والشعوب المتداولة التي فيها شوهوا القصة بحسب عبادتهم وألهتهم وأوثانهم زي نفس الفكرة فكرة وجود الطفان في حضارات مختلفة يؤكد على حدوثه وليس يؤكد على عدم حدوثه يؤكد على أنه حدث تاريخي حقيقي حصل لكنه تناقل من حضارة لحضارة ومن جيل لجيل بسؤر مختلفة لكن عندنا القصة الحقيقية مش موسى أخذ القصة من بابل ولا عزرى أخذ القصة بقيادة اليهود من الإله إنكي ولا من نمو أمه اللي صنعت إنسان معوق مريض اللي يوجد تشابه وزي ما قلت هذا التشابه سواء الطين أو سلصال ليس دليلا على أن القصة مأخوزة لأن تفاصيل القصة كلها مختلفة من أولها إلى آخرها قال لك ديموزي الإبن الأعظم لإنكي كلمة ديمو زي تعني الإنسان المرتفع ولأن اسم ديمو قريب من آدم الاسم ديمو قريب من آدم حيث كلهما يعني الإنسان فيصبح ديموزي آدم رأس السلالة البشرية ده هو ابن إنكي اللي خلفه إنكي اللي أنجبه إنكي ده الإبن الأعظم اللي هو آدم فديمو آدم الأسماء متقربة عادي كلمة إنسان ممكن تكون متقربة في اللغات السامية كلها في العربي وفي العبر وفي الأرامي وفي اللغة اللغات السامية الغربية واللغات السامية الشرقية واللغات السامية الجنوبية ده عادي جدا ده عادي جدا ده مش بتكلم لغة مختلفة لما تقول إنه إنسان آدم أو الديمو تفصيلية يسبك لي بشكل دقيق وواضح أن ألولم اللي هو الملك الأول اللي أريده هو آدم يعني هو بينادي بحاجة وبعدين يقول لك لم أرى نقاشا أكاديميا وأدلة كافية على أن ألول اللي هو أيضا ديموزي هو آدم يعني انت باني كل النظرية على افتراضات على افتراضات افتراضات غير حقيقية حباقي وجود تشابه ده معناه إنه الثقافة قريبة جدا واللغة قريبة جدا لكن ليس معناه أنها مسروعة أو مأخوزة وبعدين وجود تشابه واحد في قصة لا يعني أن هذا التشابه كفيل بأنك يجعلك تقول أن هذه القصة هي هذه القصة لأن وجود اختلافات كثيرة جدا في النص الكتابي عن قصة خلق آدم اللي موجودة في الأساطير القديمة فآدم في الكتاب المؤدس شخصية تاريخية حقيقية خلق الرب وأوجده وصنع على شكله وعلى شبهه في القداسة والبر إنسان عاقل مدبر مسؤول يتواصل له مشاعر إنسان بعد لما جهز الله كل الخليقة جعله رأس الخليقة ورأى الله أن ما صنع وإذ هو حسن جدا والرب يسوع أكد هذه الحقيقة وقال إنه في البدء خلقهما ذكرا وأنسى يعني الآبس وهي القاشة ده لما يطعن فيه إنه آدم شخصية مسروقة من الأساطير ويقول إنه آدم شخصية مسروقة من الأساطير القديمة هو بيطعن في كلام المسيح اللي قال خلقهما ذكرا وأنسى من البدء وإن الحلقة اللي جاية أكلم عن ماذا يقول الكتاب المؤدس عن آدم وحاول هل بيقول عنهم إنهم شخصيات تاريخية ولا بيقول عنهم إنهم شخصيات رمزية ولا بيقول عنهم إنهم شخصيات غير حقيقية أحبائي مجرد الكلام في هذه المواضيع وكشف هذه الألعيب والأكذيب يثبت لنا أن كلمة الله صادقة وثمينة هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم